المعلومة اللي عندي في موضوع محمد إبراهيم خلينا أقولها لكم خلاص؟ واتفقنا في الأمور بتاعة الصفقات هناك أمور تفوضية يعني ابن النهاردة الكلام بتاع ابن النهاردة مش هو الكلام بتاع ابن بكرة مش هو الكلام بتاع نهاية يعني عشان بس نبقى متفقين وديكم بدلاً للمثال مليار مثال لعيبة نفسها هتلاقيها بتطلع على الهواء اللي كان موجود في المكان الفلاني أنت بتشوفه قدام عينك بيقول بعضمة لسانه فأنت بتعمل شغلك الإعلامي فلو مش على الهواء ففي الكواليس بتسمع وبتعرف وبتوصل للمعلومة أنه الفلان الفلاني راح الحتة الفلانية بعدين الـ direction يختلف تماماً direction بقى عشان الاتجاهات كلها تتغير ليه تلاقي بقى في مقرات في ميزات في بتاعه لأ هنا حصلت مشكلة لأ هنا في الحتة الفلانية لأ أص الكلام ما كانتش كده لأ الكلام أصو تغير فتحصل طائرة طب إيه الموقف لحد دلوقتي؟ الموقف بالنسبة للمحمد براين بالنسبة 90% هو أقرب للأهلي بالنسبة 90% هو أقرب للأهلي بيراميز داخل داخل بقوة يعني داخل نص نص داخل بقوة بس بالنسبة 90% أقرب للأهلي حاجة كده من على طرف المعلقة أنتوا سمعتوها في المداخلة حاجة من على طرف المعلقة أنتوا سمعتوها في المداخلة قال لك العلاقة بين اللي هو محمد عبد السلام وكابتن محمود الخطيب ما بتقفش وانه دايما فيه اتصالات والحاجات اللي شابه كده بيتفقوا عليها ده على طرف المعلقة عشان حضراتك وتبقوا ايه واخدين بالكم انه جزء من ده جزء جزء كبير من ده بيخلص في الحتة دي اما ما اتعلق باللعب وتحديد وجهته وتحديد رغبته فخلينا اقولكم انه بنسبة 90% الاهلي اقرب منه الى الى ده لحد الوقت ده اللي يحصل ايه مستجددد دايما حنبقى نقول لحضراتكم دايما مستجدددد المتعلقة بيه كل ده خليني أقاب أسعيد جدا جدا إنه وفي أن ده كتير بتتكلم الأهلي والبرامدز والسعودية على محمد إبراهيم عشان محمد العيب بيستحق عشان محمد العيب كورة فعلا ممتع وبتمنى لأ رب دايما التوفيق